اشتركوا في القناة نادي الاتحاد سكندري اللي كانوا متواجدين مبارح في صالة كابتن حسن مصطفى في نهاية كاس السوبر للسلة بين نادي الاهلي ونادي الاتحاد سكندري طبعا زي ما حضرتكم عارفين فيه صور حديدي سقط أثناء تواجدهم في المدرجات ويمكن سمعنا كلنا أن وزارة الصحة طلعت بيان وقالت أن فيه 27 حالة مصابة من جماهير زعيم الثغر منهم 24 واحد أو 25 واحد بحالة جيدة وتقريبا طلعوا وباقي اتنين منهم حالة حرجة إن شاء الله كلهم يخرجوا ويروحوا بيوتهم سالمين طبعا شفنا الجميع من جماهير النادي الاهلي والمسؤولين واللاعبين والأجهزة الفنية كلها خلف هذه الجماهير اللي بتحب ناديها وجيت من اسكندريا مخصوص عشان تشجع اللاعبين ويمكن طبعا أستاذ محمد نصلحي رئيس النادي الاتحاد كان متواجد مبارح وكان معاه الآخر لحظة في المستشفى الوزير العمري فاروق نايب رئيس النادي الاهلي الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة علشان يسهله ويقدمه أي مساعدات في أي اتجاه وتم زي ما قلت لحضراتكم نقل مشجع بيحتاج لعناية أكتر إلى مستشفى مصر الدولي تحت عناية الدكتور محمد شوقي وإن شاء الله يكون كويس ويرجع لأسرته بالسلامة طبعا نتمنى نتمنى من وزارة الرياضة سيادة الوزير أشرف صبحي كشف الحقيقة في سقوط السور الحديد لأن احنا سمعنا تضارب في الأقوال ما بين بعض المسؤولين دي أرواح ناس يا دكتور أشرف دي أرواح ناس زي الراجل بتاع مطروحي اللي مات اللعيب اللي مات رحمة الله عليه جماهير جاية من اسكندرية حبا في ناديها لازم يكون الاهتمام مفضل من كده اللي قالك مسؤول قالك ما كانش فيه عربات السعاف مسؤول قالك لا أصلا عربية السعاف كانت موجودة بس سعبالما دخلت قاعدة تلت ساعة طالما هي موجودة قاعدة تلت ساعة من بره الاستاد عشان تخش جوه عشان المساعدين يخشوا جوه الاستاد يخشوا جوه الصلاة ليه يعني يعني يا جماعة راعوا قولنا راعوا انتو بتكلموا ناس ايه يعني لما انتو بتيجوا تتكلموا الكلام دوت اي كلام خطبع قولنا خطبع قولنا احنا بني قدمين وبنفهم او فينا بني قدمين كويسين وبنفهم مش انتو بس اللي بتفهموا مفيش ساعة اسعاف كانت موجودة يبقى الماتش مايتعملش المفروض تلع بعد كده رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد بيكذب نائب رئيس الاتحاد بيقول ان لا كان في عربية متواجدة في محيط الصالة ولكن خدت وقت عبالما داخل ده العربية التانية هي لتأخرت شوية نائب رئيس الاتحاد قال غير كده خالص عمر مصلحي قال غير كده خالص ولكن في لجنة بتتعمل عايزين نعرف الحقيقة والناس تعرف الحقيقة دي حاجة فيها خطورة على ارواح الجماهير نتمنى مرة مرة يبقى فيه حساب ونعرف احنا كجماهير نعرف ايه اللي حيحصل مهم مجلس ادارة الاتحاد سكندري طلع بيان شكر شكر فيه مجلس ادارة النادي الاهلي وجماهيره على موقفه ولعبته طبعا على موقفه النبيل المحترم وده يدل على العلاقات المحترمة والقوية بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري وجميع المسؤولين في جميع الاندية وجميع الاتحادات دي حاجة طبعا قديمة جدا وتاريخية بين النادين وبين النادي الاهلي واي نادي تاني لكن اللي عمله لعيبة النادي الاهلي ومسؤوليه وجماهيره ده اقل واجب مع جمهور اسكندرية الجميل المحب النادي والبلد بعيدا عن اي انتماءات بقى وبعيدا عن اي تعصب بعيدا عن اي منافسة دي حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص العلاقات التاريخية بين النادي الاهلي وبين جميع الاندية بين جميع الاندية على ما يرموا في افضل حالتها طول عمرها كمان يعني كلنا زعلنا كجماهير النادي الاهلي من اصابة نجمنا اكرم توفيق قطع في الرباط الصليبي كلنا نتمنى له الشفاء العاجل كلنا بندعمه وان شاء الله يرجع ان شاء الله يرجع مرة اخرى ويرجع بسرعة زي ما رجع اول مرة ويبقى احسن من الاول لعيب عنده عزيمة عنده ارادة راضي بقضاء ربنا اكرم طول عمره راجل في الملعب وبرى الملعب وده اللي تعودناه منه اكرم من افضل اللاعبين في النادي الاهلي اللي بتقدي بروح واخلاص كل اللعيبة بتقدي بروح واخلاص ولكن اكرم من نوعية اللاعبة اللي انت يعني تحطه في الملعب وتسيبه من غير ما تقوله تعمل ايه فترة دي طبعا فترة صعبة جدا على النادي الاهلي غيابه اكيد مؤثر لانه لعب من طراز فريد ده مش معلاننا احنا بنقلم من قيمة اي لعب تاني لا بالعكس عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في كل اللاعبة اللي بتلبس فانيلة النادي الاهلي ولكن ان شاء الله اكرم يرجع نادي الاهلي بينهي الاجراءات في اسرع وقت علشان يسافر للنمسا للخضوع العملية الجراحية عند نفس الدكتور اللي عمله العملية الاولية الرباط الصليبي اللي هو في الرجل التاني وده طبعا حسب الاتصالات مع الطبيب النمساوي والدكتور احمد ابو عبلا ان شاء الله اكرم هيسافر قبل نهاية الشهر لاجراء العملية كل التوفيق طبعا لعبة النادي الاهلي ونتمنى نتمنى باذن الله الفترة اللي جاية ما يبقاش فيه اصابات وربنا يحفظ الجميع عايز اتكلم في حاجة بلما اتكلم عن الموضوع اللي جاي او خلينا اتكلم عن الموضوع اللي جاي الاول بعدين اتكلم اختم باخر حاجة اللي انا عايز اتكلم فيها الموضوع تاني بصراحة فيه بقى حاجات محتاجة ان انا اعلق عليها لان الامور بصراحة يعني اصبحت لا يمكن السكوت عليها اولا بتصير الفتن بين جميع الاندية بتصير الجماهير من الطرفين النادي الاهلي والفريق المنافس يعني يوضح في القناة طبعا اللي احنا عارفينها الجاهلون كوميدي بيوضح لجمهورنا دي انه مظلوم ولجمهور الاهلي ان ناديه ظالم اه هو بيعمل كده في حاجات بقى يعني مش تستفزك اولا بتضحك عليها بس لازم اعلق عليها لان من ساعة ما محمد شريف جاب الجول الماتش اللي فات صرخوا وعاولوا صوتوا ليه كل ده ما تشفاركم اللي هو جابه في الديهة 86 لان الهدف مفعوله كان حرق شوي مفعوله جامل شوي سكينة ضربت في قلب الاعلام المغرض اللي هم نسيوا ان النادي الاهلي طول عمره بيلعب لحد اخر ثانية في المباراة ومشات كتير جدا 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 حسامها النادي الاهلي في اخر ثانية من المباراة في الوقت بدل الضايع طول عمر النادي الاهلي بيلعب لحد الآخر من وقت بقى ماتش فاركو وبعض الاعلاميين حد النهاردة سخرين نفسهم للهجوم بس على الحكام بس بسبب ايه مباراة الاهلي وفاركو اللي الاهلي فعلا فيها اتعرض لظلم تحكيمي ويقول لك اصل الهدف جه في الديئة ستة وتسعين وطمنتاشر ثانية وان الحكم اعلن ستة خلينا بس وقفين هنا عشان نتكلم في حاجة معينة بس اولا الوقت بدل الضايع في الشرط الثاني لا يقل لا يقل عن عشر اتناشر دقيقة باعتراف الجميع حسب ست دقائق طيب الجول جي في الديئة ستة وتسعين وطمنتاشر ثانية لما الجول جي في ستة وتسعين وطمنتاشر ثانية قال لك بص اهو الطمنتاشر ثانية دي اللي زودها الحكم علشان النادي الاهلي يجيب هو الحكم اصلا كان بيشم على ظهر يده عشان يعرف النادي الاهلي هيجيب جول امش هيجيب جول طب انت شفت ساعاتك في الست دقائق دي كم دقيقة ضعت من الست دقيقة طب وساعتك لما انتك سبت بل كده في الديقة ستة وتسعين وسواني حد قال حاجة حد تتكلم ولا انت بتشوف بس اللي نسبك بس واللي ضد النادي الاهلي عشان انت ليك غرض في اصارة الموضوع من ناحيتك بس كل يوم تقطيع وصريخ وصوته في القناة اللي انا قلت لحضراتكم عليها كل البرامج زي ما وسخرة نفسها مسخرة نفسها للحديث عن النادي الاهلي بس قال لك كلاتنبرج وحش وموجه ومع الاهلي كل ده ليه عشان الراجل قال في تحليله على بعض الماتشات كلام حقيق هو الراجل احنا نعرفه والله هو يعرفنا الراجل من برا بيتعرض عليه الحالات وبيشوف الحالات وبيقول الحقيقة لما يقول كلام كلام في صالح النادي الاهلي ويدين الحكام يبقى الراجل معنا طب ده انتو في الماتش ده نفسه حتى يعني حتى الاعلام الاهلاوي كان مؤدب قوي الماتش ده نفسه اتلغى للنادي الاهلي جول اتلغى للنادي الاهلي جول وكان ممكن يأثر على سير المباراة والجول حقيقي مية في المية باعتراف بعض الخبراء من التحكيم مليون المية جول الخطوط الخطوط على فكرة يما بتتعمل عن جهل او عن كيف او او مفيش حد بيعرف يستخدم الكاميرادية ولا بيعرف يستخدم ولا بيعمل خطوط ولا يعرف يقدر ولا يعرف يدينا قرار صحيح احنا من ساعة الفار ما دخل واحنا عندنا مشاكل من ساعة الفار ما دخل واحنا عندنا مشاكل طب تطوير المنظومة ييجي ازاي تطوير المنظومة يجي ده بعديها بيوم في احدى المباريات راجل متسلل مش عايز اقول على الاقل على الاقل بيردتين بيارد تيه وتم احتساب الهدف وعملونا خط يعني هم حتى لما يكوننا الخطوط بيبين ان اللعيب متسلل ما بيجملاش خط ان اللعيب مش متسلل لا بيكوننا خط ان اللعيب متسلل بجزء من الجسم براسه ومع ذلك الهدف بيتحسب ولما عملونا الخط بتاع الجول النادي الاهلي بتاع كريم فؤاد وسافيو مفيش رسالة خالص والحاكم حسب تسال ما تكلمناش فيها كتير وما عدناش فيها كتير لان يعني اعلام غير الاعلام اعلام غير الاعلام حتى لما بيجي نتكلم فيه تحضر فيه تحضر هو ده النادي الاهلي هو ده الفرق بين النادي الاهلي والمنافس احنا مش محتاجين مش محتاجين كلام مش محتاجين حد يجاملنا انما الديني حقي الديني حقي الجماعة اللي بيعترضوا دول ليه هو الاحتواء قليل السانة دي لسه في بداية السنة الاحتواء لسه مش واخد حقه قوي قليل بالنسبة ليهم من الحكام الساحة وحكام الفار بتتجامل اه بتتجامل انت بتتجامل انا ما بتجاملش بتاخد حاجات مش من حقك اه بتاخد حاجات مش من حقك ولا يترد لك لعيب ويتحسيب لك مغالفات ويتحسيب لك أهدف غير شرعية ويحسيب لك ركلات جزائية مش عايز أتكلم على حاجات كثير حصلت فترة اللي فات ولكن الاتجاه التاني بقى يعني كان فيه احتواء يدينا أكتر من حقي بس الاتجاه التاني عشان الاتجاه يتكمل اظلم النادي الأهلي اظلم النادي الأهلي ما تدوش حقه لأن النادي الأهلي لو خاتح حقه محدش هيحصله هو مش عايز كده هو عايز يعتلك عايز يعتلك جوة الملعب عايز يعتلك برا الملعب عايز يعتلك من خلال التحكيم احنا هنا بنقول ما هذا خاطب مين خاطب الحكام ما هم دول بشر برضو ممكن يصيب ممكن يخطئ ولكن رجعوا لهم يا سيدي الاحتواء تاني رجعوا لهم الاحتواء طالما الاحتواء مطلوب على وجه السرعة رجعوا لهم الاحتواء عشان محدش يسرخ محدش يعيط بس الديني حقي الدين انا حقي احتوي اذا ما انت عايز الغير الدين انا كنادي أهلي حقي لو ديتني حقي محدش هيحصلني زي اه نكمل بقى عشان كان في حلقة انا ما اتفرجش عليها بس حد بعاتلي عارفين اللي هو مش مثلا مش عايز اقول متآمر وجاهل او جاهل ولفظ تاني ما حبش اقوله ده واحد حافظ مش فاهم حاجة نزلت له على سكريب قالك ايه الاهلي في الماتش ده كسب بالتحكيم كسب بضربة جزاء في اخر ثانية مشكوك فيها ده على الهوى ده صاحب يقال كده على الهوى ده لا شاف ولا سمع ده جاهل جاهل انا بقول لها رجاء الجاهلون كوميدي هي كده قالك الحكم جامل للاهلي بس كده والحكم ده لازم يتحاسب عشان راكلة الجزاء اللي حسبها لنادي الاهلي في الثانية الاخيرة ولا يعرف حتى الماتش كماشي ازاي وقال لك ضربة جزاء مشكوك فيها ده بصوا الادها والامار ضربة جزاء مشكوك فيها يعني هو عارف انها ضربة جزاء وعارف انها مشكوك فيها وبعدين طلع بقى بعد ياب يومين عايز بقى يعني يبرر اللي قاله او يحسن الصورة قالك ايه لا ده انا بقصد ماتش فيوتشر اللي الاهلي اتعادل فيه الاهلي تعادل فيه ده انا اللي بقولك الاهلي تعادل فيه يعني النادي الاهلي مكسبش في ماتش فيوتشر الاهلي النادي الاهلي كسب الماتش اللي فات النادي الاهلي في ماتش فيوتشر اتعادل يا جاهل يا جاهل اتعادل وما كانش فيه ركلة جزاء في الوقت بدلت ضايع عشان تعرف بس انك حافظ مش فاهم زي ناس كتير جدا 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 عندك في القناة الراجل ده لما راح بقى بيبرر بيقولك ايه اصل كلاتنبرج ملبوس ملبوس تخيل وصل لفين يعني كلاتنبرج طلع ملبوس عشان كده بيحلل كل الحالات لصالح النادي الاهلي باجابية واللي قالك ده بيأكل عيش واللي جابه جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي هو المشيه هو مين اصل اللي جاب كلاتنبرج اقول لحضراتكم اللي جاب كلاتنبرج من اتحاد الكورة بعض المسؤولين اللي هما بينتاموا لنادي الزمالك بعض المسؤولين اللي في اتحاد الكورة اللي بينتاموا لنادي الزمالك طب بلاش دي في نجم كبير ولعب كورة وكان في منتخب مصر قالك ايه ان الحكم طارق مجدي ادى كورنر للاهلي وده كمان كان بعد انتهاء الوقت كويس والمفروض المفروض ده هو اللعيب الكبير ده اللي هو المفروض بيفهم انهم يلعبوا كورة على طول ما دي اخر فرصة والوقت خلص انما ده يابل الحكم ما يصاف انما حسين الشحات لعب الكورة القفشة ملعباش مرة واحدة وبعدين قفشة رجع حالو تاني ده هو بالتريق على الحكم يقولك ان بص حصل ايه في الكورنر الكورة ما تلعبتش من مرة واحدة لانها جات بعد الستة وتسعين ديئة ده لعبها القفشة وقفشة رح جايي مرجحة تاني الاحسين والحكم مستني شوف اخرتها ايه ده هو بيصخر من الحكم بيصخر من الحكم هو لا فاهم ولا عارف طيب انت جبت الكلام ده منين اصلا يعني هي بييبص الكورة ي posit really يبقى تريقه تريقه على الحكم ازاي يعني حسين الشحات حسين الشحات لما لعب الكورة القفشة بيت تريق على الحكم يعني بيت تريقOG بيت تريع الحكم يعني ايه انت لعبت ازاي كورة كابتن انا مش فهم يعني حسين الشحات ادى كرة لأفشا وقفشا لما ادهاله تاني دي ترياءة وسخرية من الحاكم عجلس انه هو كده كده مستنينا لحد ما نلعب الكرة انا مش فاهم قصده ايه يعني ولا انت بتتريع الحاكم انا مش فاهم ده لعيب كرة لعيب كرة هو لعيب كرة المفروض انه هو بيفهم الناس دي بتقول كلام غريب جدا 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 هو سكريب سكريبت بيكتبلهم وخلاص وانت بتقول مش فاهم اي حاجة مش شخص معين لا ده مجموعة مجموعة والعنوان الرئيسي بتاعهم انه في مجاملات للاهلي الفترة دي ده استكمال السكريبت عشان الفترة اللي جاية يبقى فيه جوم وفيه ضغط على النادي الاهلي وقال لك ان كلاتنبرجي لما جه فطنوه وحفزوه اهم حاجة ما تجيش على الاهلي عشان تاكل عيش لان اللي قابلك حسام عم فتاح جي على الاهلي فمشوه ده قال كده بالنص هم قالوا له كده بقى قالوا له ما تجيش على الاهلي لان لو جيت على الاهلي هتمشي ايه الكلام الفرق ده والغريبة ان الناس دي ما بتتحسبش الناس دي ما بتتحسبش المبروض تتحسب لانها بتصير الفتنة بين جمهور النادي ايه او بين الجماهير في مصر ولكن لا وعادي خالص وبيتكرر بيتكرر بيتكرر ولكن فيش حد لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيحاسب ولا بيقول اي حاجة انا بتكلم على المسؤولين اللي بيشوفوا الكلام ده المفروض الفترة اللي جاية ساعتك هو بيقول يعني بيقولوا للحكام ما يجوش على النادي الاهلي دي حسب نظرية ساعتك من امتى من امتى النادي الاهلي اخر سنتين الزلامة دي ايه محدش يتكلم محدش يتكلم انتو كل اللي يهموكوا دلوقتي ان النادي الاهلي ما ياخدش حقه حملة الفترة اللي جاية معروف الحملة دي ليه الحملة هدفها ايه هدفها عودة الاحتواء وانه ياخد اللي مش من حقه اديله يا سيدي اللي مش من حقه بس الديني حقه هم عايزين ان الحكام يظلموا النادي الاهلي دي مطالبهم دي مطالبهم يقولك الحكم اصل ايه ده 18 ثانية ايه الجهل ده ايه الجهل ده انا مش عارف والله الواحد يقول ايه انا بقول من مكاني هنا اقول اتحاد الكرة طالب حكامك بالتركيز طالب حكامك بالتركيز محدش يتأثر بالكلام الفارغ ده محدش يتأثر بالصريخ محدش يتأثر بالصوات طبق العدالة بس طبق العدالة على الجميع احتويهم يا سيدي احتويهم احتويهم لكن يديني حقي انا وباية الفرق انا وباية الفرق اش عايزين غير حقنا بس يعني حضرتك ليه حاجة احسبها لي علي حاجة احسبها علي حق اي منافس لازم المنافس اللي قدام ياخد حقه لازم ياخد حقه زي ما انا بطالب بحقي هو كمان ياخد حقه ما بطلوبش كتر من حقي ودي عادة نادي الاهلي دايما نفس الأمر على المنافسين التانيين كل المشاة اللي جاية اللي ليه حاجة تتحسبله ولو عليه حاجة تتحسبله احتويه اديله شوية احتواء بس لو عليه حاجة تتحسبله والمنافس اللي قدامه لو له حاجة برضو تتحسبله برضو هارجع تاني بقول ان الفترة اللي فاتت دي ما سمعناش اي مسؤول من اتحاد الكرة اتكلم رغم الهجوم والاتهمات العلنية للحكام والكلاتنبرج سكوت ده ايه معنى ايه انا مش عارف معنى ايه هل معناه ان انت راضي عن الكلام ده ولا في حاجة هتتعمل الفترة الجاية معرفش ايه اللي هيحصل ولا في حاجة هتدفعه بيه عن التحكيم وعن الحكام انا مش عارف طيب اروح بقى للموضوع كمان اعلام المنافس تاني اللي بقى له فترة واجع دماغنا ويقولك ايه شعبية ناديهم اكبر من شعبية النادي الاهي لقوا بيكلم بكل ثقة انا مش عارف جاب الثقة دي من ايه وجابها من فين ونظريته اصلا العامية دي مبنية على ايه وكل يومين يجيو لك واحد مش معروف صاحب يمعرفش جابينه منين تحت بير السلم من مصر من حتة من برة ويطلع على القناة وقولك ان لا 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 ده شعبية النادي المنافس اكبر بكتير ماشي الامر ده اولا ما شغلناش خالص لانه ضد الحقيقة بصوا حضراتكم وشفتوا السنتين ثلاثة اللي فاتوا او الفترات اللي فاتت كلها لما النادي الاهلي بيروح اي دولة عربية بيحصل ايه شوف بقى لما فريق حضرتك بيروح دولة عربية بيحصل له ايه هو كمان فرق شاسع كبير جدا 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 بين النادي الاهلي وبين اي فريق تاني مع احترامي الجميع الاندي وقلت لحضراتكم الايام اللي فاتت اثبتت لكم ده لكن هما بيكبروا لا مش بيكبروا بس هما بيكذبوا واحيانا بيصدقوا كده بيكذبوا واحيانا بيصدقوا كده طيب لما بنيجي بنتكلم على احصائيات ودراسات ومعظمها كانت بتقول ايه ان شعبية النادي الاهلي في مصر شعبية شعبية جماهرية طبعا تقريبا سبعين في المية او تتخطى كمان السبعين في المية من جماهير مصر لكن اعلام المنافس شايف حاجة تاني لا هو شايف الحقيقة على فكرة هو شايف الحقيقة بس هو بيوهم جماهيره وخلاص بيوهم جماهيره طيب حاجة تانية هما بيحاربوها برضو ليومين دور عشان تعرف برضو ان هو كلامه متناقض عشان تعرف الشعبية والفرق قالك ايه رابطة الاندية بتعمل استفتاء بعد كل جولة ماشي في التمن جولات اللي فاتوا سبعة منهم سبعة اللي هو احسن لعيب للعيب في النادي الاهلي واحدة التمنة كمان ما كانش ليهم دي كانت ليه احمد الشيخ لعب نادي غز المحل ففي التمن مباريات ما كانش فيه لعيب متواجد من الخصم نقف هنا طب انت لو لو شعبيتك جارفة قوي كده وزايدة عن النادي الاهلي الوضع الطبيعي ايه اللي يحصل ما هو الاستفتاء ده للجماهير الاستفتاء ده للجماهير يا جهلة يا جهلة لو انت شعبيتك عالية زي ما انت بتقول الوضع الطبيعي ان انت كل مجر حيطلق احسن لعب منك ده انت يا جهل بتعترض على موضوع استفتاء الربطة ده في احسن لعب قالك بتدي الجماهير ليه ما تديش الجماهير الله مش انت بتقول ان انت صاحب اكبر شعبية في مصر الوضع الطبيعي انك تكتسح جميع الاستفتاءات ده الوضع الطبيعي ده لو في مخ يعني لو انت بتتكلم وبتفهم الوضع الطبيعي مش معقول حد من جمهورك حيدي لعب النادي الاهلي ده الوضع لو ادولوا مليون مش هيدولوا الستين سبعين مليون انت بتقول انهم بيشجعوك ازاي ده ده اعتراف ضمي رسمي منك بشعبية النادي الاهلي وان شعبية النادي الاهلي في مصر تفوق جميع الاندية بما فيهم ناديك تفوق بمراحل كمان بمراحل مع احترامي الجميع الاندية ومع احترامي لجماهير كل الاندية طيب انا رأي بقى فلما في اعتراض خلاص ماشي هنعمل لكم استفتاء مع نفسكم وانتو تختاروا احسن العيد انتو بس ونعمل الاستفتاء الجماهيري العادي بس هو ده الحل عشان حد من عندهم يكسب لعب الجول بس ده وجهة نظر هو فيه ناس قالت حاجة تانية ولكن انا بقول لا نعمل لهم استفتاء لوحدهم عشان يحطوا ثلاث لعيبة بتوحهم من هناك وهم يتنفسوا وبعدين ده ممكن يتنفسوا وما فيش حد يكسب منهم كمان هي دي اخرتها يعني انا عايز اعرف يعني انت بتبرر وبتكلم كلام وانت نفسك انت نفسك بعد كده بتناخد الكلام اللي انت بتقوله يا جماعة المسافة كبيرة جدا 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 بيننا وبين المنافس بيننا وبين المنافس كبيرة جدا يعني اخر مرة كان علي معلول هو اللي كسب الجولة التام اصاده اصاده كان احد لعبي المنافس اه اصاده كان احد لعبي المنافس بتكلم على الاستفتاء الجماهيري اللي عملاه ربطة الاندية عارف لما تقول انه مثلا علي معلول كان فيه حد قريب منه هتبقى النسبة ازاي مثلا ايه ستين اربعين خمسة وخمسين خمسة واربعين سبعين تلاتين تمانين عشرين لا ده حتى علي معلول تخطى نسبة التسعين في المية التسعين في المية طب فين الشعبية الجرفة دي اللي انت بتتكلم عليها فين يعني انا عايز اعرى فين الشعبية دي مش هكلم برضه اكتر من كده لان الموضوع يعني مش عايز ان انا ازودها واقول ان هو يعني فيه غباء فيه عدم تفكير فيه جهل هو جهل هو جهل بس الجهل ده الجهل ده اللي بيكلم بينقد نفسه ادي الشعبية سبع عسابيع لعبة النادي الاهلي هي المكتسحة الاستفتاء سبع مباريات سبع جولات يعني من تمانية من اصل تمانية والتامن لعيب غزل المحل احمد الشيخ هو الفاس بيها فين الشعبية قولولي فين الشعبية ده احنا داخل مصر وحضراتكم بتشوفوا النادي الاهلي خارج مصر شفنا بطولات بتتعامل الفضواء العربية كرة سالة كرة طايرة كرة يد كرة قدم النادي الاهلي مكتسح النادي الاهلي شعبيته تفوق الجميع ما احترامي برضو للجميع قالك في الاخر خالص بقى قالك ايه مسؤول احد المسؤولين بقى عندهم في النادي قالك لا بقى احنا بقى يعني لازم جمهورنا بقى يخش ويصوت وهم دخلوا فعلا هم دخلوا هم دخلوا لسفتها بتاع علي معلول الاخير ودخلوا الكسفة كمان ووصل للايه بقى حد النهاية عارفين وصل للايه ان علي معلول خد 90% وشوية من نسبة التصويت واللي دخلوا صوته للمنافس خده 9% قادي فرق الشعبية يعني انا قلت 70% شعبية لا ده تتخط حتى كل ده ده شعبية النادي لايه تعد 80% في بلدنا عايز اتكلم على حاجة مهمة جدا جدا ماتش النهاردة الحمد لله الماتش اللي فات بالروح والعزيمة والاسرار قدرنا ناخد التلات نقاط ماتش النهاردة ماتش صعب جدا قدام سموحة مع مدرب قدير هو الكابتن طارق العاش يتمنى ان يكون الفوز حلفنا بإذن الله يمكن سموحة مش ماشي كويس الفترة ديت ولكن لما بيلعب ضد النادي الاهلي كعادة كل الفرق يبقى حاجة تانية خالص تعالى نروح الأول نتطمن على آخر الأجواء فندق الإقامة من زميلنا كريم أحمد ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة أخرى كل الشكر والتقدير لك كابتن كابتن أيمان شوقي برحب بك في البداية وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور للنادي الآلي كالعادة تحدي جديد وجولة جديدة من بطولة الدور العام الأهلي واسموحة فيها الجولة التاسعة اليوم إن شاء الله في تمام السابع مساء على استهد الآلي ممينة السلام يا رب إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الآلي في هذه المباراة لكن في البداية كالعادة يعني يعني بنقول لأكرم توفيق ربنا يكون معاك عهدناك كبطل أكرم إصابة في توقيت صعب جدا لكن هو اختبار وابتلاقي كبير جدا من ربنا صحانه وتعالى إيمان أكرم الكبير ويمكن صبره وقربه جدا من ربنا صحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله يتعدى هذه المرحلة المحذنة جدا على الجميع يعني الحالة اللي فيها لعبة للنادي الأهلي الجهاز الفني الجمهور بنقابل كل الناس الحياة كابتن أيمن الكل حزين بيسعى على الأكرم لكن هو اختبار كبير جدا لأكرم إن شاء الله بإذن الله زي ما بنقول عهدناك بطل الأكرم بإذن الله إن شاء الله تعود من جديد بقوتك وعزمتك وقلبك ورجلتك الكبيرة جدا إن شاء الله تؤادر النادي الأهلي في مشواره في بطولة الدوري العام والبطولة الأفريقية إن شاء الله في خلال المسلم القادم إن شاء الله بإذن الله ممكن دي البداية اللي كنا حابين نتكلم بها طبعا على الأكرم توفية واحد من العناصر الرئيسية والأساسية مش لعيب فقط لغير لا كانتك كبيرة جدا وعزمتك كبيرة جدا بيدي إضافة للجميع لكن إن شاء الله بإذن الله الكل في واحد زي ما بنقول أي لعيبة يكون متواجد في هذه المرحلة المهمة جدا لفريق النادي الآلي هيؤدي العليو الزيادة زي ما بنأكد وزي ما لغة كرة القدم بتقول عندنا عناصر مميزة جدا كمان يمكن مستر مارسل كولر بيقوم ببعض التدوير بيحاول أنه طبعا يوظف ويعمل تشكيلات كثيرة جدا لكن إن شاء الله بإذن الله يستقر بشكل كبير جدا النادي الآلي على التوليفة المميزة اليوم إن شاء الله النهاردة فيه مواجهة سموحة فريق عنيد جدا يعني زي ما قلنا كابتن طارق العشري عدد كبير جدا من موجهات فريق النادي الآلي يمكن يصل 24 مباراة في مواجهة النادي الآلي مع عنديها مختلفة يتميز طبعا بالتكتلات الدفاعية بعيدا عن أي طبعا فريق بيقابل النادي الآلي هي مباراة كؤوس زي ما شفنا في كل المباراة وتحديدا المباراة الأخيرة بتفوز في الديها 96 لكن ده يعود للعيبة النادي الآلي يمكن الكل بيقول المباراة ويمكن الفرص لكن انت عارف يا كابتن أيمن اللي أيمن بيكونش فيه البادلاج بتاعه وما بيكونش موفق بيقابله طبعا سوق توفيق كمان يمكن المجموعة كلها النادي الآلي بيلعب وحدة لكن زي ما احنا عارفين وبنشوف التكتلات الدفاعية طبعا الأمور اللي احنا بنشوفها في أي فريق بيقابل النادي الآلي بيزاوز صعوبة المباراة عشان كده النهاردة مطلوب التركيز بشكل كبير جدا الإصرار العزيمة نبدأ البداية المهمة جدا زي ما شفنا في المحل البدايتنا كانت رائعة تحرز هدف واثنين ويبقى عندك المزيد كمان من الإصرار اللي أنت تعمل سكورة كل مباراة لها ظروفها المباراة إن شاء الله النهاردة تكون ظروفها ومناخها وكل حاجة تكون مع فريق النادي الآلي إن شاء الله مع مستر مارس الكولر يختار التشكيل المميز المحاضرة الفنية يأكد على كل ثغرات ونقاط القوة الدعف الرغبة متجددة وموجودة ويمكن ده أمر مهم جدا عند فريق النادي الآلي لكن أنت الجدد الرغبة ده أمر محتاج اللعيب الكبار يكون فيه تحفيز بشكل كبير الجهاز الفني بيقوم بدوره من خلال التاكتك من خلال التحليل من خلال كل الأمور دي لكن فيه دور كبير جدا على العيبة النادي الآلي في هذه المرحلة اللعيب الكبار لابد يكون فيه أحاديث مستمرة جدوى للدوري من الأول للسادسة كابتن آيمن لما تشوف خلاص كل المباراة بتطلع 3-4 مراكز فمحتاجين إن شاء الله الثلاثة بونت بإذن الله النهاردة مباراة مهمة جدا كالعادة متواجدين في فند الإقامة بننقل كل الأخبار والكوليس الخاصة في فريق النادي الآلي لأمور الاعتادية طبعا كابتن آيمن في فند الإقامة حالة الهدوء والاستقرار اللي بتساعد بشكل كبير جدا لعبة النادي الآلي على التركيز ومنها إن شاء الله بإذن الله على أستاذ الآلي والسلام اللي بإذن الله النهاردة يستقبل مباراة اليوم تحت القيادة الفنية الخاصة طبعا بحكم ساحة يكون كابتن أحمد الغندور مساعدين سمير جمال وصالح محمد عمر رمضان وعمر الشناوي حكم فار ويساعده محمد صلاح كل توفيق للنادي الآلي بإذن الله كالعادة كابتن آيمن نكون من خلالك ننقل كل الأجواء الخاصة وكواليس مباراة اليوم النادي الآلي وصموحة من فندو لقامة حتى ملعب المباراة شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد كريم لخص كل حاجة ولخص كمان طريقة لعب الكابتن طريق عشري في صموحة وتقريبا الكابتن طريق عشري ما بيغيرش أسلوبه مع جميع الفرق اللي هو مسيكا بدأ بالحرس ودي دجلة امبي المصري خصوصا لما يلعب مع النادي الآلي بيقفل نص ملعبه ولكن أكيد ميستر كولر درس وشاف وشاف نقاط القوة ونقاط الضعف وإن شاء الله يكون عنده الحلول النهاردة لتخطي سموحة وبإذن الله إضافة الثلاث نقاط للنادي الآلي والتربع كما نحن على صدارة المسابة أو قمة المسابة عايزة نهي بحاجة بسيطة جدا العلاقة بين جماهير النادي الآلي العظيمة ولا عيدة النادي الآلي العلاقة طول عمرها في حالة حالة من الحب والعشق ممكن أزعل أنا كمتفادك ممكن أزعل بس مش ممكن أدوس عليك ولا أهاجمك ولا إن أنا بطل أدعمك استحالة الماتش اللي فات شفنا رسالة ما احترامي الجماهير أندي لأن فيه جماهير مخلصة جدا 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 لناديها ولكن شفتوا حضراتكم جماهير النادي الأهلي لحد آخر ثانية والنتيجة واحد واحد والفريق في بعض الأوقات ما كانش في أفضل حالاته وما كانش فيه توفيق في بعض الحالات الأخرى ولكن جماهير ماهديتش لحد الديئة ستة وتسعين وطمنتاشر ثانية زي ما بيقولوا حتى بعد الهدف حتى بعد المباراة الجماهير ماهديتش فاللي عايز يوقع بين جماهير النادي الأهلي ولعبته مش هينفع مش هتنجح حالة عيش موجودة على مدار السنين من أول ما تعامل النادي الأهلي من أول ما تعامل النادي الأهلي حتى وقتنا هذا والناس اللي جاي بعدنا كمان جمهور النادي الأهلي أعظم جمهور في الدنيا أحيانا بقول لحضراتكم بنزعل أحيانا ممكن يطلع نقد ولكن النقد مش هدام ولا جارح ولا المقصود منه نقد سلبي لأي لعيب بالعكس كلنا بنحبهم كلنا بنحترهمهم كلنا بنقدرهم كلنا بنوعهم دول أفضل مجموعة موجودة في مصر أفضل مجموعة موجودة في مصر دول اللي فرحونا وجابولنا سبع تمن بطولات أو اتناشر بطولة في سنتين ونص أو ثلاث سنين هم هم نفس اللي عيبها دي فأنا بقول للعبتنا كلنا وراكم كلنا بنحبكم كلنا بنقدركم كلنا بنحب ونعشق الفانيلا اللي أنت بتمثلها فانيلا النادي الأهلي الكان العظيم اللي أنت بتنتميله فمش ممكن ههجمك مش ممكن هنتقدك بالعكس أنا وراك أنا أدعمك أنا الفترة مش الفترة اللي جاية بس اللي فاتت واللي إحنا فيها واللي جاية كمان ما تزعلش أبدا من نغط ما تزعلش وأنا حقي حقي إن أنا أفرح بيك إن أنا أدعمك أدعمك أنت حقك علي أو حقك مني إن أنا ما سبكش أبدا في أي وقت إن أنا ما دوس عليك أبدا في أي وقت لا طبعا ما دوسش قدنا شوفنا بعض الفرق المنافسة أو الفرق المنافسة بتكسب في الديها 96 و 97 و 98 وتبقى عاملة ماتش سيء ويقولك بطل الأبطال وعملين ماتش هايل وعملين إحنا بس عشان إيه جمهورنا جمهورنا العظيم ده بيحب يشوفك في أجمل صورة فأحلى صورة لكن في مخولة في الكرة ودي أنا يعني يعني كل ما أقولها ناس تهاجمني تقولك إيه المخولة إن حلوة الأداء في الملعب لا تغني عن الفوز حلوة الأداء لا تغني عن الفوز إنما الفوز يغني عن حلوة الأداء حلوة الأداء لا تغني عن الفوز ولكن الفوز يغني عن حلوة الأداء طبعا إحنا نتمنى لتنين إحنا طمعين عشان ده جمهور النادي الأهلي وده النادي الأهلي اللي عودنا يكون في أفضل صورة أداء ومكسب بس أنا بقول بقول لنفسي بذكر نفسي وبذكر جماهير النادي الأهلي العظيمة لو ما جوش لتنين مع بعض يبقى لعبتنا لما تكسب نشيلهم 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 على دماغنا ما نديش فرصة لحد تاني يدوس عليهم وينتقدهم ده إحنا جماهير النادي الأهلي اللي بتقف وراء لعبتك طول عمرها في جميع الرياضات مش في الكرة بس ولليك الفضل الأكبر بعد ربنا في انتصارات النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي كلنا وراء لعبت النادي الأهلي كلنا وراء لعبتنا وإن كانت النتيجة حتى سلبية لا ده إحنا كنا بنبقى خسرانين أو يبقى الفرق بيننا وبين المنافس ست وسبع وتمن نقاط للمنافس وبنقول إيه الدوري بتاعنا فضلوا بصوا حضراتكم جمهير النادي الأهلي لحد الديها إيه لحد الديها سبعة وتسعين والنتيجة واحد واحد وما كناش في أفضل حالاتنا وبنتظلم في الملعب من الحكاء ودي جمهور النادي الأهلي في جميع المباريات كده فالفترة اللي جاية لا كان في مقولة برضو زي ما أنت أقول لك إيه بس أنا ما بحبش المقولة دي أبدا أقول لك أنا مش عارف أدعي على ابني وأكره اللي يقول أمين لا أنا ما بتعيش على ابني بس لو حد قال حاجة مش كويسة عليك أكره أي حد يقول أمين فالفترة دي كلنا كلنا كجمهير النادي الأهلي مع فرقتنا اتعادل مع فرقتنا لقدر الله خسر مع فرقتنا لازم ده حقك عندي إن أنا دعمك طول ما إحنا موجودين على قيد الحياة ربنا يدينا الصحة ويديكم الصحة وطول العمر هنشجع الكيان هشجعك لإنك بتمثل الكيان لإن الفانيلا الحمراء دي فانيلا عظيمة قوي لإن الكيان ده كيان عظيم قوي 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 هتعرف عظمته طول منتا جوه هتعرف عظمته لو بتفكر طول منتا جوه وحتعرف عظمته أكتر لو أنت ما بتفكرش جوه لما تخرج بعيد عنه أو تبعد أو تعتذر عظمة جماهير النادي الأهلي فترة اللي جاية زي الفترات اللي فاتت وفترات الصعبة اللي إحنا عدنا بها جماهير النادي الأهلي وراكم في كل وقت وراكم لحد النهاية وراكم دايما مش كويسين مش في أفضل حالتكم فأفضل حالتكم على طول إحنا وراكم ودايما بنشجعكم ودايما بنقيدكم ودايما على رأسنا من فوق خلصوا كل اللي عندي روح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل كابتنا الكبار المشرفيننا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم كابتن قسامة عرابي كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال انتظرونا اشتركوا في القناة 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 هايلين من ضغط هايلين من فرص هايلين من احراز الهدف ولكن ما زالت الهدف اللي احنا بنجيبه وازاي تستطيع انك انت تغطي الهدف وتقتل المباراة كان في ايه دك الهفتاني ده لما عدت تفرجت على المطش تاني لقيت ان احنا كنا كويسين اول يعني احنا بس بتاخدنا الحمية وبنتمنى الافضل هاي احنا بتمنى التميز دائما ولكن في الاخر احنا في مبدأ بنتمنى الفوز انا زي ما كنا بنقول مباراة تلعب ولا تكسب مباراة تكسب ولا تلعب لا انت على طول بتلعب ولكن بيجي عليك فترات بتتعرض لاهدف بتخش فيك او بتتعرض لتأخر في النتيجة فاحنا من جوانا بنبقاش عايزين الاصارة دي والشكل ده خاصة مع الفرق اللي انت المفروض سكوات بتاعك او فردياتك او اسلوبك اقوى من اي فرقة موجودة الحمد لله يعني فعشان بس نحط النورة على الحروف لو ان اهلي حيلعب بنفس الروح اللي بيلعب بيها في كل مباراة اعتقد ان التوفيق بس هو اللي بينقصه والتعديل دايما في التشكيل النهاردة كنا بنطالب بتعديل يا ايمن ان لازم بفيه سنتر فيرود في عمك هجومي او النهاردة سنتر فيرود في العمك هجومي مع تحتيه راجل بيعرف يلعب كورة كويس قوي بديل لأفشة او هو الاثنين هو وقفشة بيلعبه في المنطقة دي وهو راجل مكمل كمان مع الرأس حربة يعني شادو سترايكر كمان بيكمل برونو سافيو كريم فؤاد احنا متعودين عليم نجاحات كبيرة وعمل لنا مطشط كويسة في اول الدوري احمد عبدالقادر بتحركاته المسمرة اللي كانت موجودة في الشرط الاولاني المباراة اللي فاتت نتمنها النهاردة عام رسولية وحمدي فاتحي الكوبي او الكوبي بيس بتاعت النص ملعبنا وعلي معلول وعبنعم ومتولي ومحمد هاني وبتمنى الشفاء العاجل برضو لاخونا وابننا اكرم توفيق واحنا اتفاقنا انت فاكر انا وانت ما كنا بنتكلم على حكاية اكرم لازم يهدى على نفسه لانه بيبقى عايز يحافظ على مكانه والناس لازم تفهم ان شخصية اكرم هي كذا شخصية اكرم انه يحافظ على مكانه ويقدي اللي الجماهير بتطلبها منه فهردك يا اكرم ومعليش المؤمن مصاب وهترجع زي بنفس الروح اللي رجعت بيها المرة اللي فاتت شناخد شهرين تلاتة يمكن في اي توقفات للمنتخبات او اي حاجة تكون فرصة ليك وتكون موجود معنا شي ناوي طبعا وبقية اللعيبة اللي موجودة هي بنفس الدرجة وبنفس الشكل انا ببقى وانا بلعب مباراة يا كابتن ايمن وعندي على الشكل الاحتياطي او الدكة بتاعتي قوي انا ما بقلقش بس بقى طالب من الناس اللي بتبتلي المباراة تعزز فوز كبير اول لاي حد ينزل يبقى عنده بدل ما هو نادل تحت ضغط يبقى نادل وهو في جيبه فوز يعززه ويجيبه فوز يخلصه ماتش اتحد اتعرضت الضربتين جزاء وكسبان ثلاثة هاي انت بس انت عليك انك تجيب لجوالك وانت ما فيش اي حد حيمنعك من اي حاجة ثقتك بنفسك وشخصية النادي اللي انا ما بتبقى موجودة احنا ما بنقلقش صحيح وبناسني على اداء لعبتنا وكل حاجة الحمد لله ولعبتنا احنا طمعنين فيهم زيادة عن نزوم ليه لان احنا عندنا عهد السنادي سنادي في عهد بنا وبنبعد كده ان ان شاء الله كل البطولات تكون موجودة وبتدناها بمطولة كبيرة جدا اللي هي الصبر على المنافس صحيح باذن الله المباراة النهاردة تبقى سهلة على اللعيبة باداءهم مرحهم باذن الله باذن الله طيب احتياطي النادي الاهلي النهاردة علي لطفي لحراس المرمى ياسر ابراهيم حسين الشحات اليو ديانج حسام حسن محمد فخري محمد مجدي افشة احمد نبيل كوكا ورقفة خليل تشكيل نادي اسموح النهاردة الهاني سليمان لحراس المرمى رباعي خط الظهر شريف رضا خالد عبدالفتاح محمود شبانة وأحمد حكم ثلاثي وسط الملعب أحمد مصطفى محمود عبدالحليم صديق اجولة وثلاثي المقدمة دوكو دودو بن يمين بواتنج ومحمد سعيد البودلاء عمر صلاح حسين فيصل أحمد جمال علي زاكي أحمد عبد الرسول أبو بكر محمد محمد عصام ممضوح عبد الربو والصباحي عماد كابتن اسمو كنا بنتكلم في الفاصل بنقول نحنا طبعا كجماهير النادي الأهلي بنبقى طمعانين في أداء ومكسب لكن الأداء بطبيعة الحال في فترة من فترات خاصة لما يكون فيها ضغط مباريات وعندك غيابات المكسب بيغطي على الأداء في بعض الأحيان الناس بتقول في بعض الأحيان أنا بقول في كل الأحيان يعني حلوة الأداء لا تغني عن الفوز ولكن الفوز بيغني عن حلوة الأداء الفوز بيغني عن حلوة الأداء لو في بعض المباريات لكن صعب قوي يبقى في عدد كبير من المباريات انت أساسا طبعا بتلعب مسابقة تنافسية وفيها مراكز وفيها بطولة فالفوز هو الأهم الفوز هو الأهم صحيح ولكن غالبا الأداء الكويس هو اللي بيجيب لك فوز دي القاعدة لكن أحيانا هناك بعض المباريات حتى في كاس العالم اللي هو أعلى مسابقة في كاس العالم في فرق منها الأرجنتين اللي خدت البطولة يمكن أفضل أداء ليها هو المطش الأخير لكن طوال البطولة أداءهم مش كويس قوي لكن في تنظيم في خطوط متقربة بلعبوا ككتلة واحدة روحهم عالية جدا عندهم حاجات كتيرة قدت أنه في النهاية يكسبوا لكن حلوة الأداء يمكن جات في المباراة الأخيرة وهكذا يعني حتى بقيت الفرق كلها في أحيانا مباريات كانت بيكسبها مثلا المنتخب الفرنسي أو المنتخب الكرواتي أو ما فيش أداء حلو قوي لكن في فوز زي ما أنت قلت الفوز بيغنى عن الأداء ولكن مش هي القعدة لأن غالبا الأداء الجيد بيقدي لفوز دي النتيجة الطبيعية المفروض يعني لكن زي ما أنت قلت ممكن في ضغط مباريات في غياب لعيبة في أحيانا أثناء الموسم بيجيلك نسبة مباريات مش جيدة الحلو بقى أنك تقدر تكسبه الحلو أنك تقدر تكسبه دي سمة الفرق الكبرى طبعا الفرق الكبيرة كده واللي متعودة على البطولات كده إنه بيعرف إزاي يكسب حتى لو ما كانش في قمة أو في أفضل حالاته يعني صحيح نادي الأقل الماتش اللي فات واللي قابله اللي هو فيوتشار وفاركو المشكلة اللي بتواجهه إنه بيضيع فرص كتير هي دي النقطة اللي محتاجين نعالجها ونركز فيها حتى مستر كولر قالها يعني كذا مرة في المؤتمرات الصحفية مظبوط لأنه إنت ما تجي تستعيد الزاكرة في مباراة مثلا مباراة فيوتشار قمت جايب جون بدري لعيب مطرود وأضعت أكتر من فرصة الشوت الأولاني كان ممكن يخرج اتنين تلاتة حصل إنهما تعدلوا ابتدت بقى تخش في الصراع إنه كنت تحاول تكسب وكده ما وفقتش فيها نفس الشيء مباراة فاركو الشوت الأولاني أضعت أكتر من فرصة وبعد الهدف وإضاءة فرصة تلوي الفرصة هما تعدلوا اتصعبت الأمور لغاية لما شريف قدر في الديئة الأخيرة يحرز هدف التعدل ده بيحصل في كرة القدم يعني مش بنقول إنه كل المباراة تمشي بسهولة ولازم تكسبها اتنين وتلاتة لا طبعا أحيانا كتير بتطلع بواحد صفر وخلاص لكن هي المشكلة إضاءة الفرص دي نقطة والتركيز اللي مفروض يحصل في الخط الخلفي في الهجمات اللي بتيجي علينا يعني برضو دي برضو شوية كانت محتاجة معالجة لأنه في مباراة فيوتشار الوقفة ما كانتش مزبوطة في هدف والماتش اللي فات الهدف اللي جابه أحمد شريف برضو حصل برضو الوقفة ما كانتش مزبوطة من الخط الخلفي وما فيش تعطيل في نص الملعب فالنقطتين دولت هم اللي أحيانا يصعبوا الأمور عليك لكن انت لو بالشكل الطبيعي وبتجيب نسبة جيدة من الفرص اللي بتتاح ليك هتلاقي الماتش ماشي بسهولة اثنين وتلاتة ومش هتبقى مش هتخش يعني في الشد انت تسعب الماتش على نفسك وشدت المباراة يعني صحيح فبالتوفيق ان شاء الله النهاردة ونتمنى انه من بداية المباراة يبقى في شراسة وانه في تركيز انك نستغلي الفرص اللي بتجري نقول لتشكيل نادي سموحة مرة تانية الهاني سليمان لحراسة المرمة ربعي خطب ظهر خالد عبد الفتاح شريف رضا محمود شبانة وأحمد حكم ثلاثي وسط الملعب أحمد مصطفى محمود عبد الحليم سديق أجولا وثلاثي المقدمة دوكو دودو بن يمين بواتنج ومحمد سعيد احتياطي نادي سموحة عمر صلاح حسين فيصل أحمد جمال علي زكي أحمد عبد الرسول أبو بكر محمد محمد عصام ممدوح عبد الرب والصباحي عماد كابتن عادل تحدي جديد النهاردة للنادي الأهلي أمام مدرب قدير طارق العشري وفريق سموحة اللي هو ما بيمرش بأفضل فتراته السنة دي ولكن المباراة وموجات بين الأهلي وسموحة دائما صعبة ولكن النادي الأهلي عايز يكسب والدوافع عنده أعلى لأنه عايز يرجع بطولة متاخدة عن عمد منه السنتين اللي فاتوا كل مباراة الأهلي بتعتبر عند النادي الأهلي بطولة لأنه النادي الأهلي بلعب وان وي ماكسب بس في فرق كتير وده الفرق ما بين الأهلي وأي فرقة تاني في فرق كتير أو بتعمل استراتيجية الدوري على أنه يتعادل مباراة وممكن يكسب ثلاثة أو يكسب أو سبعة أو عشرة وبعدين تغيير الفرق دي بتبقى ممكن يلعب مرة بدفاعي وبعدين ممكن يلعب مرة هجوني وبعدين يرجع يلعب فرقة قوية يعمل زون وبعدين يعمل تلت ملعب لكن النادي الأهلي بيلعب باستراتيجية واحدة اللي هو التلات نقاط والمكسب علشان يوصل لغايته اللي هو الدولي كنا بنتكلم كتير على أداء الفرق أثناء الدوري بالذات الفرق الكبير فيه أي دوري في العالم بيبقى فيه ليفلات مش أقل من أربعة ليفل الأولاني اللي بيلعب على البطولة دائما وبيكون موجوده فيه ليفل تاني بتاع المربع الزهبي وفيه اللي بيلعب وسط الجدول وفيه اللي دائما يهرب من القاع نادي الأهلي من الفئة الأولى اللي هو بيلعب دائما على البطولة بص تلاقي كل الفرق لما بتيجي تلعبه بتلعبه باستراتيجية دفاعية ليه الناس تتساءل أن أحيانا نادي الأهلي يبقى فيه أداء ومباراة وآداء مباراة مش تزبزب في المستوى لكن تغيير في التاكتكس بتاع الفرق اللي بيلعبه الحاجة المهمة الناس لازم تعرفها اللي بيدافع أسهل من اللي بيهاجم أن الأهلي بيهاجم ودائما يهاجم أما اللي بيدافع ممكن يكون أقل جهدا وبيبقى التمركز بتاعه طول الوقت بيبقى شايف أكتر من الفرق اللي بتهاجم دائما لكن نتكلم على التلت بتاع الدوري الأولاني ما وخلي بالك النادي الأهلي الفرقة الوحيدة اللي ما عندهاش تقسيم للدوري يعني في فرق تعمل تلت أولاني بشكل وتلت تاني بشكل وتلت تاني بشكل النادي الأهلي على طول بيستعيل واحد ولازم بيمشي ده غير كمان عنده مشكلة كبيرة دائما تغيير من أجواء لأجواء ومن تاكتكس لتاكتس يعني هو بيلعب في بطولة أفرقيا وبعدين يجي لعبك في الدوري وبعدين يطلع بطولة العالم كاس العالم يلعب بشكل وبعدين يرجع تاني هكذا الفرقة الكبيرة وبعدين يلعب كاس مصر وبعدين خلي بالك المشكلة الكبيرة انك انت بتروح تلعب مباريات أزيد يعني الدوري المصري دائما النادي الأهلي بيلعب أزيد بحوالي من 16 مباراة مثلا عشان بيكمل ماشاء الله يعني مش عايزين نحسده بيكمل في بطولة أفرقيا دي واحد وبيلعب كاس العالم الاندية حاجة التانية اللي عايزة أقولها لك انه تلات انا عايزة أقف معك في النقطة دي تبتكلم على الضغط والمسابقات المختلفة اللي النادي لقى اللي بيلعب فيها فمحتاجي عندك بدائل قوية عشان تضمن لك الاستمرارية في المنافسة وحصد البطولات طيب عارف يا كابتل ان عندك بدائل قوية انت عارف ده ضد مبدأ استقرار الفرقة قديك دليل فرقة برشلونة بيلعب 14-15 لعيب 7-5 سنين من السنة وبيلعب بطولات كتير إلا لو حصلت إصابات يعني لأ هو مجمل لعيبته 15-16-17 لعيب انت لما بيبقى في فرقة بتلاعب اتنين وثلاثة أو الربعة وشتر لعيب في عشرة أسابيع إيه اللي بيحصل يبقى عندك مشكلة لا لا طبعا بس أنا بكلم على الضغط أنت ممكن تحتاج بعض الأولي أنا هكمل لك فكرتها يا كابتل آه أنت محتاج طبعا لأنك أنا بقول لك أنت بتخرج من حاجة لحاجة 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 بس شوف الانتظام بتاع النادي الأهلي لما بيبقى قبل ما بيروح كاس العالم الأندية خلي بالك وتذكرها كويس بيبقى الأفضل بدنيا وبيبقى الأفضل قوة أنا كنت عايز أكمل لك مباراة كاس العالم الأندية بتلات أربعة دورة ممتاز لازم الناس أنا بكلمك على شغل تدريبي كم جاري كم احتكاك كم ضغط عصبي حاجات كتير قوي بتلات أربعة مباريات من ندي عشان كده بقول لك النادي الأهلي لو حسبتها بالوراء والألم بيلعب أكتر من الأندية 12-13 مباراة في السنة وفي المجمل بتاعها بيلعب حوالي 25 لعيبة إزاي لأن في المباراة بتساوي تلات أربعة مباريات غير سفر وغير رجوع وغير وقفة فأنت محتاج في النادي الأهلي أن يكون عندك عناصر بديلة تكون فعالة تكون قوية أنت فاهمني مش بس تكون جاهزة يعني جاهزية وتكون كمان معادلة صعبة وتكون كمان واخدار رتم المباريات فأنت فيه هنا شغل كبير قوي الناس لازم تعرفوا أنه اللي بيحافظ على بطولاته واللي بيلعب على البطولات غير اللي بيبقى ما عندوش دغط بطولات أنت دغطك على البطولات كبيرة أنت لما بتروح كاس العالم الأندية أنت بتاخد التالت على العالم أنت فاهمني الناس مش تقبل منك رابع ده النادي الأهلي أنت لما بتلعب في الدوري الناس عايزة منك الدوري بطل ما لكش دعوة أنا مليش دعوة بيك تكسب البطل يكسب النهاردة بكرة عايز منك بطولة الكاس مليش دعوة بيك يعني فيه ضغط عصبي على الفرق كبير قوي وضغط زهني وعلى المدربين كمان تعرف أن المدرب في النادي الأهلي لما بيجي النادي الأهلي هو بيبقى مدرب أجنبي بيتصدم في وقع غريب يعني يقول لك أنا إزاي يعني أنت عارف أن الأجانب عندهم حتة الاستراتيجية وحتة أنك أنت استيميشن وممكن تلعب مباراة تدافع شوية علشان أنت ما هو بيجي يلاقي نفسه بيتطلب منه أنك لازم تهاجم ولازم تكسب ولازم 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 المدرب القوي اللي بيبقى عنده الشخصية دي ومعظم المدربين الأجانب اللي بهم في النادي الأهلي يعني اللي عملوا بصمة كبيرة بتبص تلاقي شخصيتهم القوية اللي بتضغى على فنياتهم ودي نقطة مهمة قوي يعني المدرب اللي بيمسك فرقة كبيرة أنا ما يهمنيش يكون فني قوي يهمني يكون شخصية قوية قوي لأنك بتعامل نجوم واللي بيعامل نجوم جد اللي بيعامل أنصاف لعيبة فلازم تبقى شخصية قوية ومقنعة للنجم ودي حاجة مهمة المدرب اللي شخصيته قوية بس يفلت منك المدرب اللي شخصيته قوية ومقنعة يفيدك صحيح الإقناع في الحالة اللي بيقول عليها الكابتن عادل اللي لعيبة احنا عارفينه ولكن الجماهير يبقى الإقناع أن انت تكسب صح ميستر كولر بيحاول الفترة دي أنه هو مش عايز أقول أنه يثبت على تشكيل معين عشان كده هو بيغير كتير ولكن اللي عايز أقوله في نقطة مهمة جدا جدا في الحتة دي عن جهازية اللاعبين اللي تكلم عنها الكابتن عادل الفنية والبدنية والنفسية يعني لازم اللي بره لما يلعب يبقى مش أقلم اللجوه ودي عملية صعبة عايزك تجوابني عليها كابتن بلال ولكن بعد الفاصل مرحب بيكم وانا تاني عزيزي المشاهدين كابتن بلال يمكن سألتك عن جهازية اللاعبة سواء فنية بدنية نفسية الفترة دي ميستر كولر قال أكتر من مرة أنه هو بيعتمد على سياسة التدوير عشان ضغط المباريات الفترة اللي جاء خليني بس يا كابتن يعني أخد جزء من إجابة للسؤال القابلي الأداء والنتيجة يعني أيهما يعني يبقى أفضل من التاني خد بالك ده يختلف باختلاف الفرق نفسها يعني أنا النهاردة فرقة بلع يعني إمكانياتي إيه وقدراتي إيه تمام فبالتالي أنا بالنسبالي لو أنا النهاردة مثلا في ترتيب العاشر الثامن السابع الحداشر فأنا بالنسبالي أنا بدور على المكسب كمان يعني من التعليمات اللي بيديها الموديل الفني إنك إنت لازم تفايت طول المباراة عشان تكسب فبالتالي هنا المكسب بالنسبالي أهم حاجة أهم من هو كمان ما بيفكرش في حتة إنك إنت عايز تعمل جيم حلو أو عايز تلعب كورة ممتعة أو عايز تلعب كورة راقية إنت عايز بس داخل عندك هدف على هو المكسب يعني النهاردة الفرقة مثلا اللي بتنزل درق اللي بتصارع على لابد يعمل إيه بقولك أنا النهاردة نازل أكسب بس تكسب إزاي بأي طريقة هقاتل هكافح هموت نفس في الملعب هجري زيادة عن المعتاد بتاعي المهمة أنا في النهاية أجيب جول بقى أجيب جول مثلا من تسلل ويتحسب المهمة أخرج من الملعب أنا كسبان هو ده الهدف الأقوى والقسم فرقة الكبيرة ما بتعتمدش على كده فرقة الكبيرة الأداء دايما المتطور هو اللي بيجيب المكسب فيما بعد يعني ممكن أكسب النهاردة أنا وحش طب المكش اللي بعديه لو أنا فضلت زي ما أنا هعمل إيه ممكن أكسب بصعوبة جدا اللي بعديه لأ ممكن أتعادل واخصى الفرقة الكبيرة ممكن تبقى كل خمس ست ماتشات أو أربعة ماتشات تعمل ماتش نص نص بس تكسب ايه تمام؟ إنما مش كل مباراة انت بتأديها بسلوب بشكل سيء فبالتالي هتعتمد للمباراة اللي بعديها تبقى برضه سيء وبتدور على المكسب في الحتة دي تمام؟ لفترة ما ممكن يبقى مقبول الكلام لكن احنا دايما بنقول ايه؟ عشان تدور على المكسب في البطولة الدورة تحديدا يعني يختلف الكلام ده بطولة كاس كاس العلم للأندية الماتشات النوك أعوت انت بتدور على المكسب نازل تكسب خلاص عندك بطولة كاس سريعة كل ماتش بماتش وتلعب النهاردة وتلعب الشهر اللي بعديه تمام؟ أو بتلعب مثلا كاس العلم للأندية أو ما تلعبت الماتشات فانت بتدور على المكسب فبتعمل الاستراتيجية بتاعتك على انك تكسب بالشكل ده لانك بتلاقيب تقريبا فرق في البطولة الكبيرة ايه اكوال أو أعلى منك شوي فانت دايما بتدور على الحتة المكسب تمام؟ لكن في الدورة العام دايما الأفضلية بتبقى للأداء قوي للأداء أفضل لأن كمان الفرق لما بتكسب وبتأدي الفرق بتخاف منك بتعملك حساب أكتر تمام؟ بتبقى نازلة قلقة ومتوترة بتبقى نازلة عندها مشاكل كبيرة جدا جدا نفسيا تمام؟ ومعنويا فلذلك انت لما بتكسب بنتيجة حلوة بأداء جيد انت المبرار اللي بعدها بتبقى يعني انت نازل أصلا كسبان بنسبة 30-40% تمام؟ لأن اللي قدامك كمان بيبقى قلقان ومتوتر وخايف منك فانت دايما في الدوريات في الماتشات اللي هي كل 3-4 كل 5-6 تيام ماتش فانت بتدور على المكسب وبتدور على النتيجة فيما بعد بس سنانك كل ممكن مثلا 4-5 ماتشات انك ممكن الأداء يتزبب بسنة فتكسب يعني لكن النقطة للسؤال لعيبة بالضبط لعيبة النهاردة عليها دول مهمة جدا 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 تمام؟ تتابع الدوري من حوالي 3 سنين احنا شغالين في القصة دي ممكن أول سنة السنة دي يبقى فيه فترة راحة معقولة مش كبيرة بس معقولة لكن انت بقى لك 3-4 مواسم الحقيقة بتلعب كل 3 يام ماتشات فانت عندك زنقة شديدة جدا جدا ده معنى لازم اللعي بيكون ذاكي في الحتة دي لازم اللعي بيكون ذاكي لانه عارف ان فيه إصابات عارف ان فيه توقفات عارف ان فيه في بعض الأوات هيجي هيجي وقت للعيبة هتبقى مستوام أقل فبالتالي مدير الفني ممكن يعتمد على اللعيبة تانية فلازم يبقى عندك جهزية طول الوقت بتجهز نفسك طول الوقت بتعد نفسك ذهنيا تمام؟ على انك ممكن في أي وقت من الأوقت تلعب يعني النهاردة مثلا ربنا يشفي أكرم طفيع فيها يا رب انشاء الله وارجع بالسلامة يعني مين مطاق عنه تصاب حدش صح احنا ممكن هنا كنا في البستوديو بتقول حاسب على نفسك دخولك قوي عندك عنف زيادة عندك تهور زيادة لكن ده ما يديش فكرة ان هو يتصاب يعني في مصدر لكن انت بتقول عشان احنا لايبنا كرة فبنقول احتمالية الاصابة واردة في الحيط تاني وروحه عالية حماسه زيادة سبيرت عالي جدا جدا حماس بنشفيه وانجم السلامة يعني لكن هي الاصابات قادرة من عند ربنا صحة في الاخر يعني فعايز اقول لو انت كهان او ككريم فؤاد لو عايز المدير الفن يعني في بعض الوقات يلعبك في الحتة دي لازم اكون هنا منتلي جاهز تمام لازم اكون محضر نفسي انا بشتغل انا النهاردة التغييرات بتحصل لان انا النهاردة لما تيجي تبص على الفرقة كابتن ايمن هتلاقي كل مورا في تغيير فده معناه المدير الفني مسؤول عن التجهيز حل تمام التجهيز النفسي لكن انا كالعيب مسؤول عن التجهيز البدني احنا في وقت من القوات لما مثلا كنا بنبقى موجودين كان كل واحد يعني يعني عارف اللي ما بيلعبش تحديدا يعني تمام بيزود في التدريبات شوية يعني بعلم المدير الفني طبعا لكن بيزود في التدريبات شوية يبقى دايما جاهز لانك لما هتاخده وما تلعبش هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا يعني المدير الفني ما عندوش وقت انه يصبر كتير على العيبة يعني خاصة يعني عارف الكلام ده ممكن يحصل امتى كن بكسب تلاتة بكسب اربعة يعني دانيا مراححة بالنسبة لي الامور سهلة وبسيطة اللعيبة كلها فرش عندي رحات باخد رحات اللي أنا عايزها فيش ضغوطات بالنسبة لي فبالتالي لما اكسب تلاتة اربعة هتبقى ممكن هتحمل مثلا كابتن شريف شوية هتحمل كابتن عامن شوية هتحمل اي لعيب من اللعيبة وحصلت كتير جدا مع لعيبة كتير جدا 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 لكن لما تبقى مضغوط والمكاسب صعبة والاداء مش يعني مش اعلى حاجة لازم انت كلاي تبقى جاهز لازم انت كالعيب لازم تحضر نفسك لان المدير الفني مش هيصبر عليك المدير الفني ما بيصبرش اثناء الماتش نفسه فبالتالي مش هيصبر تمام انه ديك ماتش واثنين وثلاثة يعني النهاردة ايه التغييرات بتحصل لها كبت في بعض الاوات لان المدير الفني خلاص شايف ان انت خلاص يعني النهاردة غير موفق النهاردة اداءك مش جيد النهاردة مش عارف تسجل النهاردة ما بيدافعش كويس النهاردة مش في قمة تركيزك فبالتالي بيغير اثناء الجيم بيحط بدائل او ينزل لعيبة يعني المفترض تب عندها جهازية افضل تمام يعني النهاردة مثلا ايه الشريف موجود مباراة لك فاتت مكانش موجود صح ايه افشا مش موجود المباراة لفاتت كان موجود ايه علي جانجي مش موجود المباراة لفاتت كان موجود تاي ولعيبة كتيرة يعني في الموضوع لعيبك انت كمدير فني بتحاول بقدر الامكان انك تشتغل على كل العناصر طالما عندك شور تايم ما بين الماتش والماتش التاعي تمام فاللعيبة لازم يبع عندها الحكمة دي انت اصبحت لعيب برفشنا خلاص انت اكل عيشك في الحتة دي يعني زمان الامور كانت مختلفة شوية زمان يعني عارف القيمة المادية ما كانتش عالية فبالتالي اللعيب كان عنده تركيز برا وجوه بيفكر ايه وبعد ايه عشر سنين هيا ما يبطل هياخد ايه وهيشتغل ايه فبتل يدور على شركة بترول وبتل يدور في مصدي ونماذج كتيرة جدا ونوضع اختلف لكن النهاردة هكابتل ايمن النهاردة ممكن تلعب 3-4 سنين تبقى بتوصل لأعلى مستوى خلاص يبقى دول بنسبالك ده انت انت عملت مستقبل كيبير جدا النهاردة الارقام تبتكلم مثلا في التوب ليرز اللي في مصر بتتكلم من 50 مليون جنيه فانت لما تلعب لك 4 مواسم مثلا تبقى في البيك بتاعك توصل لحد تاخد 60 مليون 70 مليون فانت عمي فانت حاجة تانية فانت أصبحت بيزنس مان يعني بطل فبقيت بيزنس مان فانا بتتكلم جدا على فكرة فالنهاردة لازم اللعيب فعلا تفكر باحترافها شوية على فكرة من ضمن الحاجات المفترضة تتعامل في الاندهات الكبيرة انت تجيب حد نفسي حد يشتغل واللعيب كمان لازم يجيب مدير اعمال مش وكيل خدبرك مدير اعمال يصفير كل حياته يعني يخليه يركز بس في المطر احنا نعب اللعيبة هنا بتستخسر شوية تطلع فلوس لحد يعني يعرف يمالج ده حياته اه طبعا لازم ما هو النهاردة مش زين بارح انا النهاردة كالعيد باخد رخم كبير وبرع في نادي كبير زي نادي الأهل بيديني زي ما انا عايز تمام او ما استحقه تمام او اللي النادي شايفه بالنسبة لك انت ده انت تغيب ده فبالتالي لازم اعمل لازم اجيب حد يمانج لي حياتي من بره بره الملعب مفضلش افكر في كل حاجة افكر في ان انا هلعب ولا لا افكر في ان انا احترف ولا لا افكر في ان انا اعمل بيزنس ولا لا افكر في ان انا اخرج ولا لا لازم تجيب حد يدير لك امورك عشان تركز كل تفكيرك في كرة القدم وده شيء مهم جدا اخد بالك كابتن دم ضمن يعني انا النهاردة ما يبقى عندي واحد بستشيره مدير اعمالي نهاردة ممكن لا هو هيقولي هقولي انت نهاردة على فكرة انت بالك 3-4 سبيع انت مش مركز بشكل كويس فاحنا لازم نفصل كل حياتك الشخصية لحياتك العملية فيبتدي هو ايه يهندله الحاجات فيبتدي يحط تركيزه في الملعب تاني وده في لعيبة فيه لعيبة في الفرقة محتاجين الحتة دي في لعيبة محتاجين انها يتركز الاصابات بتيجي من عدم تركيز في اول الامر بتيجي من عدم تركيز اذا انا نازل مشتت فكري مش موجود في الملعب فبالتالي انا برا سرحان يعني جثمانيا فازك يعني يعني عضلات تقيلة ازا ما بيقولوا فبتنزل الملعب ممكن تتصاب وده وضع طبيعي فانا اتمنى اللعيبة في مصر او في النادي الاهلي تحديدا لاننادي الاهلي النادي بلعب على كل البطولات النادي بيشتغل كل يوم عنده ترجت عنده اهداف يومية عنده اهداف يعني اسبوعية اهداف النادي الاهلي متعلقة اخد بالك بالبراند بتاع النادي الاهلي انت النهاردة بتشتغل كنادي الاهلي انك دايما بتحاول تحافظ على الاسم الكبير اللي انت بتبنيه ده مقابل فلوس انت النهاردة بتاخد مليار واثنين مليار وثلاثة واربعة ليه عشان انت النادي الاهلي بتاخد البطولات فاللعيبة لازم تفكر بالشكل ده صحيح طيب نروح لزميلنا كريم احمد ملعب برا ونتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المرامب الشر فضل يا كريم بجد تحيلك من جديد كابتن ايمان شوقي كل الجمهور والستوى التحليل كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي والبداية كالعادة من الجمهور يعني طبعا كلنا بنتمنى السلامة لجمهور الاتحاد طبعا في المباراة الاخيرة يعني الهتاف الكبير جدا كان من جمهور النادي الاهلي اللي اطمئنان بشكل كبير جدا على جمهور الاتحاد العلاقة طيبة جدا بين الناديين وبين الجمهورين وبين مجالس الادرات بيكون مردودها كبير جدا في اي المباراة سواء في كرة القدم او في الالعاب الاخرى لكن كالعادة طبعا احنا النهاردة متوجدين في استادل السلام طبعا الاهلي والسلام مباراة الالي واسموحها مباراة مهمة جدا الهتاف من البداية لكل لعيب النادي الاهلي الشناء ويمكن كالعادة بيكون متواجد العيبة حياته بشكل كبير وطلبة اللعيبة كالعادة طبعا نبيه الثلاثة نقاط والاستمرارية في سلسلة الانتصارات الجو يمكن فيه برودة شوية لكن بخبراتك الكبيرة طبعا أنا كابتعامنا تعرف كم ده جو هيساعد بشكل كبير جدا للعيبة يكون فيه بس لجهد كبير مع التحفيز الكبير جدا من جمهور النادي الآلي اللي بنتمنى ان شاء الله بإذن الله مفعوله كالعادة تسعين ديه هتاف وحماس لأن الصعوبة الكبيرة جدا في كل الفرق اللي بتقابل النادي الآلي لأن هي بمبرأة بطولة بعيدا عن الترتيب وبعيدا عن الأرقام والأهداف وكل الأمور دي بتلاعب النادي القرن بتلاعب بطل أفريقيا بتلاعب النادي الآلي فمحتاج بس لجهد كبير جدا وده الحقيقة اللي بيأكد عليه الجهاز الفني بقيادة مستر مارسي الكولار كل التوفيين إن شاء الله لفريق النادي الآلي اليوم لطاقم أهل التحكيم إن شاء الله نهاردة كابتن أحمد غندور يكون موفق يكون مركز الحكام الفار نأمل إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله النادي الآلي أداء شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد جعنا لكم مرة تانية عزيزان رشادين كابتن شريف رأيك بتشكيل النادي الآلي النهاردة بيلعب بنفس الطريقة أربعة اتنين ثلاثة واحد هذا الشكل اللي أنت بتقدر بإمكانيات اللي عندك من اللعيبة دي تقدر تأدي يعني فغير الشكل التعديلي اللي بيبقى كوبي يعني ديانج حمد فتحي برونو سافيو أفشا كل واحد بيبقى عنده حتة كده كابتن أيمان المدير فني بيشوفها فيه بيبقى احتياجات اليوم ده كويس؟ يعني أنا لما تيجي تكلمني على حسين الشحات وكريم فؤاد أقول لكريم فؤاد بيجري والبنع في وشه وكرة قدام رجله حسين الشحات الكرة تحت رجله هو البلانر بتاعها هو الوبريشن هو اللي عنده رؤية إن ما حدش حديله الكرة أو حعدي زي زي عبدالقادر الاتنين عندهم سمة واحدة في الاختراقات ولكن كل واحد يملك من الفرديات والإقاع والتمبو اللي احنا بنسميه إزاي ينفذ الكرة لما بيجيله زي رؤية الملعب فهتلاقي اللعيبة كلها متشابهة حسب أوقات المباريات كان بيقولك الآله ما بيجزعش لا المباريات ولا البطولات بيلعم على ما بدأ واحد بش الهدف اللي هو المرمى مين فينا اللي حيحاول يعمل البص السليب بين معلول شريف لسافيو لكريم فؤاد بيختارك لمحمد هاني بيعمل سابورت من ناحية اليمين والتأمين الدفاعي اللي دايما بيبقى موجود من حمدي فاتحي والسولية أو لودي يونج بيبقى موجود كمان مع سبات محمد عبد المنعم ومحمود تلي اللي عنده كرة رجل بيحبها ومعلي معلوله محمد هاني والشناوي الكلاسيكيات الشكل الطبيعي بتاع أداء وتفوق الناد الأهلي الحقيقة فتا كل اللي مطلوب منك إن الكرة البص يبقى سليم الكرة التانية تبقى بتاعتك بتلعب ضاغط فرقتك تبقى ضغطة جنب بعض مزهل على نفس عشان لو يبقى فيه تحركات للراجل اللي معاك كرة بتديني بتسهل ولما الدنيا كلها بتطلع مع بعض تلاقي فيه فردة يمين وتلاقي فيه فردة شمال وتلاقي شكل الملعب حتى فيه تحكم والمزحات بتبقى الكاونتر التاكل اللي تضرب بيه انت في السرعات مايبقاش مؤذي على طول يبقى عندك احتكاكات لما حد يبقى معاك كرة عايز يضرك اتنين تلاتة قفلين عليه والناحية التانية بتبقى ضم على جوه برضو تعمل التخطية اللي هي المناسبة فبالتوفيق النهاردة لأن الأداء الطبيعي بالنسبة للعيبة بإذن الله طيب كابتن أسامة في عدوة التغييرات بردى الملعب وجوه الملعب عودت محمد عبد المنعم بداية حمدي فتحي برونو سافيو متواجد ولكن مكان محمد مجدي والبدء بين محمد شريف كرسحار يعني هي تغييرات منطقية يعني يمكن بس إليو ديانج وحمدي حمدي والسلايه يبتدوا إليو ديانج كان ماشي بشكل كويس بس يمكن ماشي لفقت أقل شوية لكن برضو حمدي وعمر السلايه يقدروا يسيطروا على وسط الملعب محمد عبد المنعم ده الوضع الطبيعي هو الأساسي بالنسبة للراجل هو محمود متولي ياسر السلافات عمل ماشيط كويس قوي يمكن السنة دي ببالعبش الصورة دايما لكن دوره برضو مهم لكن محمد عبد المنعم النهاردة بيبدأ واضح ده التشكيل الأساسي بالنسبة للمدافعين بالنسبة للمساكول أو السبات محمد هاني طبعا موجود نتمنى السلامة لأكرم توفيق لكن محمد هاني محمود متولي محمد عبد المنعم علم علول ده تقريبا منطق شكل السابت للراجل بالنسبة لبرونو سافيو احنا قلنا المطش اللي فات هو كان حطه كراس حربة مصبوبة وكلنا تكلمنا انه يعني في وجود شريف ووجود شدي حسين ووجود حسام حسن ووجود برسيتاو طبعا متعاوة الافضل يكون حد فيهم موجود وهو يلعب اما تحت رأس الحربة او في الجناح واحد بياخذ البينيات واحد بياخده الكرة ويروح يعني مثلا بل كده شفناها في فرقتين لعب برسيتاو في المكان دو وهو مش مميز بعض الحاجات كراس حرب ملش اللي فات لعب برونو سافيو في المكان دو هو بيقرى الفرقة اللي قدامه وبوناء عليه هو بيحط التشكيل يعني ممكن يكون هو ليه رؤية في حقيقة مثلا الاختراق من العام يبقى أنا عايزة لعب واحد زي برونو سافيو او برسيتاو حلعب من على الجناب هم عندهم مشكلة في الجناب الفرقة اللي قدامنا مثلا يبقى أنا حال نهاردة حلعب على الجناب ابدأ مثلا نهاردة بشريف يعني مثلا نهاردة عارفين ان طريق العشري بيقفل منطقة دي خالف هو ده اسلوب لعبه كده فممكن يكون لا حيلعبوا حيلعبوا مع الجناب عشان كده بدأ بشريف النهاردة ما هو أي مدير فاني يا ايمن اكيد عنده وجهة نظر لكن احب نتكلم على رؤيتنا احنا هو اكيد عنده وجهة نظر في التشكيل اللي بيختاره ولكن المنطقي برضو ان يكون فيه رأس حربة اساسي للنادي الاهلي بيلعب واضح انه ده رأس الحربة الاساسي بتاع النادي الاهلي يعني التغييرات الكتيرة في المكان ممكن تؤثر على اداء اللعبة فنيا ونفسيا يعني يعني مرة برونو سابي ومرة بيرسيتا ومرة محمد شريف مرة شدي عسين مرة عسام حسن في عدد قليل من المباريات برضو لازم يبقى فيه ثبات لرأس الحربة ممكن اقولك عدد مطشات وبعد كده في مطشة اجعل كده لكن ايا كان انا يعني النهاردة الاصحة حصل ان محمد شريف هو اللي يبقى رأس حربة كهدف قدامك بتلعب عليه وهو عنده سرعة ومشارة الفاتي جيب جون برونو سابي بيلعب من تحته ولكن هي بس المشكلة انه انه احيانا لابد انه سابيو يسقط لتحت شوية عشان يستلم الكرة من عمر السلاة وحمد فاتحي لانه تملي هو بيلعب ضامم شوية رأس الحربة يعني ما بيلعبش انه يلعب ينزل لتحت عشان يستلم الكرة من عمر السلاة وحمد فاتحي وبتدي يلاعب الناس يعني فدي نقطة الطبيعي الضرفين هما هما كريم فؤاد وحمد عبدالقادر سابتين بقى لهم فترة بالتوفيق ليهم انا بس سريعا كنت عايز اقول لحاجة على سموحة فرقة سموحة طريق العشرة لعيب خمسة اربعة واحد المرة اعتقد النهارده بيلعب اربعة خمسة واحد يعني هو شال واحد من قلب الدفاع وهيلعب اربعة حليم قدام الديفنس هو وهو حاطث خد عبدالفتاح وحمد حكم وحمد شبانة وشريف رضا هو حاطث صديق جولة وبنيامين بواتنج الناحية اللي فيها علي معلوم وحمد عبدالقادر لانه عارف ان الحتة دي فيها اختلاقات كتير وفيها سرعات كتير والناحية التانية يبقى شريف رضا وحمد مصطفى ودوك ودودو ودام محمد سعيد فهو بس طارق معروف انه بيركز اوي في الدفاع وبيلعب عالكرة التانية يعني مش من الناس اللي بتبتدي من تحت تملك كور طويلة لرأس الحربة ويبتدي من تحت حتى هتلاقي فرق اخرى في الهجمات المرتدة السريعة بتلاقي دايما البداية من هاني سليما وحتى في ضربات المرمى وكده بيشوتها طويلة وبيلعبوا عالكرة التانية وبيلعبوا كاللي بالك كمان هم عندهم ميزة في حيطة الكورات السابتة حتى رمية الاوت مصبوط بيلعبوا على رمية التمسط طويل تملي الاوت بيلعبوا مصبوط وبيعمل زحمة جوة 18 عساس تسقط ولعب على الكورة التانية بالتوفيق النهاردة ان شاء الله للفرقة وان شاء الله نكسب من بدري كلنا عارفين ان كابتن عادل ان طارق بيلعب على تكاترود الدفاعية في وسط ملعب حلول ميستر كولر النهاردة لضرب تكاترود الدفاعية المتوقعة من سموحة في مبارة اليوم يعني تبقى فيه ضغط دائما ضغط دائما فبيفق الضغط اللي بيعمله لما الكورة التانية بتتاخد من الفرقة بترتاح بدنيا ونفسيا ونفس كمان انت بتعمل زون ديفينس فلما الكورة بتتاخد منك انت بتضغط انا بتكلم على سموح هيعمل زون ديفينس الكورة تتخطف منه فالفرقة التانية لو اديته فرصة انه هو ياخد نفس ويلعب بالكورة شوية اللي بيحصل انه بياخد ثقة وبعدين بياخد نفس المدافعين اللي هم اللي بيعملوا التكتل الدفاعي فانت لازم اتضغط اول حاجة لازم الكورة التانية النادر اللي ياخدها تانية حاجة لازم اللي اختراقات تبقى من الجنب بسرعات يعني حتى لما تلاقي اسموح ماسك الكورة وضغطت عليه ضغط كامل عالي خدت الكورة يلعب على الجون على طول ما تقعدش تنقل كتير علشان بيحصل التكتل بفعل في نقطة عايز اقولك عليها كنت انت اتكلمت عليها انت وقلت ان الرجل بيلعب لكل ماتش بناس بص الاهل هو الفعل فلازم المدرب اللي ما عابت اللي بماسك النادر الاهلي هو اللي بيعمل تشكيله ما بيبصش على الفرقة التانية بمعنى الفرق التانية هي اللي تتفرج عليك يعني حتة الفيديو ما بتبقاش مهمة للنادر اللي مدرب النادر الاهلي قوي قال يتعرف على القوار السابتة لكن انت اللي بتحط اسلوبك والفرق اللي بتلعب عليها بس ببعض الاحيان ببص على نقاط القوة ونقاط الضعف في فرق اللي قدام لا في الدوريات في القريبة الفرق القريبة منك والنادر الاهلي القريب منه بيبقى مطش ولا تنين انا بكلمك في طولة افريقيا امامك انا بس بكلمك على المواقف السابتة فقط لغير انا بشوف المواقف السابتة ولكن انا بعمل ايه انا بتطمن على نقطة الضعف عندهم انا لان انا هغير مين انا هغير مين من اللاعبين في المطش ده عشان اعمل بشاف نقطة الضعف عند الفرقة التانيلة انت عارف اللي بيحصل ان مثلا تجهيز اللاعب لانك انت بتبقى الافضل دايما انا اتكلمنا طول عمر النادي الاهلي هو عنده العناصر الافضل في مصر فانا لما بلاعب عنصر على مدافع مثلا الناس بتعمل زون ديفنس كل الفرقة بتعمل زون ديفنس عليك الاهم مار في الموضوع ان انا اود المدرب اللي بيلعب قصادي اوده في الحتة اللي انا عايزة انا حتة اللي انا عايزة اللي هي الكرة التانية اخدها منه بسرعة عشان اعمل ضغط عليه طيب كابتن بلال السيناريو شوطه الاول المتوقع من في الريتين افتكر طريق العاشي ممكن يغامر النهاردة من البداية ولا مش هيتجرق لا كابتن طريق له له ستايل في معظم الاوقات هو بيضغط بشكل جيد في نص ملعبه عشان يستحوز يستخلص في الكرة وبعدين يبتدي يشتغل على الساكن بول اللي هي الكرة اللي هجمة المرتدة السريعة بيعتمد على الكرات السابتة بشكل كبير جدا جدا لانها بنسباله سلاح قوي جدا فهم حكتن بيشتغل عليهم كرة السابتة هجمة مرتدة سريعة بيقفل بشكل كويس ويدغط في نص ملعبه ما بيديش مساحات للفرق اللي قدام موتشي خاصة الفرق الكبيرة ده اللي ستايل اللي بيبتاقوا مع الاهل مع الزمالك مع الفرق الكبيرة الفرق يعني لو بيلعب فرق بيفتح الجيم نوعا ما يعني بيلعب جيم متكافر بيفتح الجيم بص مع الآهل والزمالك بيبتدي يعني يعني واحدة يعني يعني واحد سفر بالنسبة له المباراة ما انتهيتش لأ لسه في الملعب فيبتدي برضه يحافظ بقدر الإمكان يعني على امتداد الوقت مثلا شوط تاني يبتدي يغير من أسلوب لعبه اللي بطبيعة الحل المفترض ان احنا اللي يكون ضغط من بداية الماتش التدوير في الكورن ما تكرم على طريط الاستحواز طريط بناء الهجمة المباراة عندنا سرعات في اللعيبة لكن سرعات في نقل الكورة كانت قليلة شوية عشان كده ما كانش عندنا فرص كتيرة جدا للمباراة اللي فاتت ما كناش بنقدر نخترق الخصم للمباراة اللي فاتت النهاردة اتمنى يكون عندنا سرعة في الأداء مهم جدا سرعة في الأداء سرعة في نقل الهجمة سرعة على فكرة في التحول كمان للهجمات المرتدة الأداء الكبيرة خد بالك في بعض الأوقات بابقى مهم جدا حاجتين لما تكون بتلعب مع النادي بيقفل انك تشتغل على هجمة مرتدة سريعة فتستغل المساحات الموجودة وانك تشتغل على الكرات السابقة ده مهم جدا جدا بالنسبة لنادي القليل النهاردة وبالتوفيق إن شاء الله لنادي كل التوفيق لنادي القليل النهاردة التحيي الفوز هنروح لفاصل ونرجع لحرارتكم بعد نهاية أحداث الشوت الأول انتظرونا